المباراة الإسماعيلي كانت يوم الأربع عندنا الخميس والجمعة وبكرة المباراة شايف المباراة زي على مستوى الفني وعلى الاستعدادات اللي قام بها كمان كولر من خلال قامته هناك ما مرجعش بالفريق وفيدل في برج العرب استعداد لمباراة الاتحاد شوف كابتن هاني اللي حصل بالنسبة للفرقة دي أو ان انت تكسب الإسماعيلي الغرض من المباراة النهائية اللي احنا بنلعب فيهم حتى المؤجلات بتاعتنا ان احنا ننتهي بيهم وتشعر ان انت جمعت النقط اللي بتكسبك البطولة هتلاقي المباراة تلعب يعني مش اللي هي لا احنا عايزين مكسب ما بفكرش في لعب انا عايز بوينت طبعا يفضل ان ان فرقة تلعب لكن انا بفكر كل تركيزي ان انا اخد التلت تقاط تلت تقاط تلت تقاط الى ان احسن لاننا التلت تقاط دي عمنا لضغط نادر اسماعيلي انت تفضلت بتقول مباراة صعبة ما فيش مباراة في الدوري مع النادي الاهلي ما هي الصعبة انا بعتبر جميع مباريات الفرق التانية احنا 18 فريق في 17 فرقة بتلعب النادي الاهلي السبعتاشر فرقة دور اول او دور تاني هي مباراة صعبة صعبة لان الدوافع الفرق اللي هتقابلك كلها وقوتها وامكانياتهم وحمسهم وحمس المدرب وحمس اللاعب وحمس اللاعبين وحمس الإدارات بتاعة الاندية بيعلى قوي امام بطل افريقيا لانه هم بيعبش النادي الاهلي بس انت الوقت لو بتلعب النادي الاهلي عادي لكن ده بتلعب بطل افريقيا اذا دي بتدي له دوافع اكتر ويرتفع الفرقة اللي قدامك وتبقى متحمسة اللاعب عايز يبرز نفسه في اخر الفترة دي لان العروض والانتقالات والاحتراف والفلوس والكلام ده كله ده بالنسبة للعبين المدرب عايز يظهر ان انا ازاي عملت وتعاملت مع بطل افريقيا والادارة عايزة تقولي ازاي انا وفرت اللاعبة فتخيل ان نادي الاتحاب برضو حج محمد مصالحي لا يقل عن نادي اسماعيل برئاسته لا يقل عن نادي فيوتشر برئاسته كل نادي بيجوا في الفترة دي وبيتلموا بيتلموا ليه عشان انا حلعب بطل افريقيا صحيح للدوافع اللي بقول اللي حرك عليها دي لكل واحد لللاعب للمدرب للإداري لمجلس الإدارة لرئيس النادي كله بيبقى متحمس ان ازاي اللاعب بطل افريقيا من هو بطل افريقيا الناجل الاهلي فهو لعبوهم بهذا الشكل بيخلي دوافعهم عالية جدا دي بتيجي باننا كنادي اهلي بقى مش هتلعب فرقة تقولي ايه ده ماتش سهل او ان انا حلعب مع الفرقة لا انا دافع بتاعي الوحيد لهذه المباراة السلاس نقاط من اجل حظ بطولة الدورة ده هدف واحد اللي انا بفكر فيه بفكرش في التاني وما فكرش في اي نتيجة تانية لكن هي دي النتيجة الوحيدة اللي المدارب بيفكر فيها واللعابة بيفكر فيها وكل الطقم الاداري اللي مع الفرقة